هنروح سريعاً لمنها عشان نعرف منها أخبار التقس ودرجات الحراء بالتفصيل سريعاً عشان ما نقلش حقاً لا أخذي وقتك أنا أنا أخذي وقتك جداً إحنا محتاجين نعرف الدرجات الحراء بالتفصيل يعني بعد اللي حصل في الفوصل لازم الواحد وهو يتكلم معاك يجدينك وقتك كامل طباح الكريم وصاموا جوانا من جديد الجو النهاردة برد ومتوقعينه نفضل برد شوية كده وده كويس ظريف يعني خلينا صعد في البيت شوية نحفظ على إجراءاتنا الاحترازية شوية بلاش نخرج ونتفتح كتير في أجازة نصف السنة والله إن يقدر يخرج ونتفتح في الجو ده هو حر انت خدت بالك بلاش نخرج في أجازة نصف السنة اللي هو عشان هي عندها الولاد اللي هو حمضة القعدة معهم في البيت عشان الإجراءات الاحترازية بلاش نخرج في الأجازة عشان الجو برد وعشان نقلل فرص الإصابة بالعدمة وفي كلها حاجات يعني ربنا ما بيعملش حاجة وحشة حقيقة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة التقسي يكون بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسواحل الشمالية وشمال الصعيد ويكون مائل للبرودة على جنوب سينة وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد بالليل الجو حيكون شديد البرودة على كافة الأرحاء ممكن يوصل لحد السقيع على وسط سينة النهاردة كمان في أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر هنلاقي كمان شبورة مائية كثيفة الصبحة على الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سينة وشمال الصعيد دلوقتي خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهر القاهرة العظمة فيها 15 والصغرى 8 الإسكندرية 15-8 مطروح 15-8 سيوى 15-4 بورسعيد 16-8 دميات 15-8 الإسماعيلية 15-8 والسويس 15-8 العريش العظمة فيها 16 والصغرى 8 طابة 14-10 كاترين 6 وبتصل بالليل لحد التجمد درجة الحرارة بتكون صفر شرم الشيخ الجو فيها جميل 17-12 الغردقة 17-12 الفيون 15-8 بني سويف 15-8 المينيا 15-4 الأسيوت العظمة فيها 15 والصغرى 4 سوهايك 15-5 قناة 16-5 الأقصر 17-7 أسوان 18-7 الوادي الجديد 17-2 شراتين 22-10 أما حلايب العظمة فيها 20 والصغرى 11 نحن متوقعين أن موجة التقص البارد تستمر معينا كام يوم كده الدفو كويس وربنا يحبزكم درجة تانية حسام وجوان نكمل؟ نكمل خدر شكرا جزيلا يومي